أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والهلاجية لخمسة ألاف مواطن بالمجان في محافظة البحر الأحمر ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم عقد 83 ندوة تثقفية إلى جانب 210 لقاءات للتوعية المجتمعية من شخص لشخص وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد اشتركوا في القناة